السلام عليكم ازيك يا جماعة عاملين اي رب تكونوا بخير ان شاء الله النهار ده هيكون فيديو جديد ووضعه جديد على القناة اي بوكسي والت فيديو النهاردة مهم جدا 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 تابع معايا الفيديو ده الانهاية واتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب طبعا الفترات اللي فاتت عايز اقول لك ان انا ما كنتش يعني مهتم ان انا انزل فيديوهات لكن السؤال الشائع او الفيديو اللي الناس عايزاه هو فيديو النهاردة الفيديو ده اكتر الناس اللي كانت بتسأل عليه هم ناس مبتدئين ودايما يعني السؤال ده رغم ان هو سهل جدا لكن انا ما بعرفش اشرحه واتساب ولا فوم كلمة تليفون ولا الكلام ده كل فكان لازم يتعامل فيديو طيب فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه بيتكلم ان احنا ازاي نحط صورتين داخل الرزن يعني صورة وش وكمان صورة دهر الموضوع ده كان محير جدا بالنسبة للناس طيب انا هحط الصورة ازاي هو فيه اكتر من طريقة خلينا متفكين بقى هنا ان فيه اكتر من طريقة وفيه اكتر من حاجة ممكن تعملها انك تحط صورتين داخل الرزن تمام كده الكلام جميل طيب انا في فيديو النهاردة انا مش هعقد لك الدنيا يعني ايه مش هعقد لك الدنيا انا هجيب لك اسهل طريقة فيهم لان الطرق التانية تكاد ان تكون صعبة وممكن تغلطك او تقع فيها في اخطاء طيب هل الطريقة بتاعت النهاردة رغم سهلتها انا ممكن برضو مقاعش في اخطاء لا ممكن تقع في اخطاء لو انت تغاضيت عن المعلومات اللي هتتقالي النهاردة في البداية الطبيعية انا لما باجي اشتغل انا بجيب مادة الرزن ومعها مادة المصلب وابدأ ان انا بقلب مادة الرزن وبعد كده بقسمها على كبايات للكمية اللي انا محتاجها بعد كده ببدأ ان انا الاوان طبعا اتكلمنا كتير اوي 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 عن الالوان المستخدمة داخل مادة الرزن او مادة الايبوكسي عموما في عندك الالوان الشفافة المايقة البجمنت الكحولية الفسفورية فيه الوان كتير اوي فيديو النهاردة انا هستخدم الوان المعتمة اللي هي الوان البجمنت في منها بودرة في منها سيل طيب انا هستخدم الالوان السيلة وهبدأ ان انا الون الكوبايتين بتوعي وانا هنا يعني عايز افهمك او عايز اعرفك ان انا ما بدورش على الالوان تمام يعني انا في فيديو النهاردة انا مش بقدم شكل مش بقدم اه مادلية او سلسلة بقول لك الله تفرق شكلها جميل جدا متعملتش قبل كده لا انا هنا في في قناة اي بوكسي قولت انا بعلمك سيفك من الشكل النهائي اهم حاجة انت تكون اتعلمت او خدت الفكرة او المعلومة اللي انت بتسأل عليه بعد ما بقلب كوبايت الرزن ومعها كوبايت المصلب بقسمهم وبلون وقبل ما يعني ما بصب بعمل بالبشبوري او الولع فقاعات الهواء اللي بتخرج على الوش بعد كده انا ببدأ ان انا بعمل ايه بجيب قالب سيلكون اكسسورات القلب اللي بين قدامك ده قالب اكسسورات او توزيعات بالمقاس خمسة سنتي قالب دايرا زجزاج بنفس الطريقة هبدأ ان انا اجيب كل كوباية اخرج فقاعات الهواء وهصب لنص الالب او تلت تربع الالب تمام انا مش هصب للاخر يبقى اول معلومة معايا انا هصب لتلت تربع يعني الالب وهسيب الربع الاخير لفوق او لنص الالب وهسيب النص الاخير لفوق ودي على حسب ما انت شغال بقى اللي انت عايزه انت هعمله يا اما للنص يا اما التلت تربع اهم حاجة انك تسيب مساحة من فوق علشان احنا لسه هنحط صور ولسه كمان هنحط مادة ريزن تانية تمام طيب السؤال اللي كان شائع برضو انا عايز اعمل صورة او طباعة او كلام فانا هنا في فيديو النهاردة انا جبت لك تلت انواع من الطباعة اول حاجة الفينيل اللي هو الفينيل الدهبي او الفينيل اللي هو بنستخدمه في الكتابة وده يعني قطعة موجودة عندي انا كنت رميها انا مكانش عندي اي فينيل خالص او حاجة انا طباحة لقيت الشكل ده موجود عندي قلت الحمد لله نستخدمه علشان نوريك الفينيل بيتلزء ازاي لو حضرتك هتشتغل القطعة يبقى اول طباعة موجودة معنا في فيديو النهاردة هي الطباعة الفينيل طيب نعملها فين اسأل اي محل اكسسوارات عربيات او الناس اللي هي بيبيح خمات الريزن كده كده هتلاقي عندهم تمام طيب محل اكسسوارات العربيات ده اللي هو اي يا محمود اللي هو بيعمل فامي للازاز فامي شفت العربيات المتفيمة الناس اللي عارفة العربيات بيكون في فامي ازاز لونه اسود هم عندهم كده ده اسمه الفامي وفي منه الوان وهو بكل سهولة يعملها لك الصعوبة يعني الحاجة الوحيدة الصعبة هي التفريغ طبعا انا مش عارف فاهمك يعني ايه التفريغ دي هتعرفها وانت بتطبع بقى تمام يبقى اول قطعة معي اساسا هبدأ ان انا اجيب طباعة الفينيل وهبدأ ان انا اعملها واسبها القطعة التانية انا هجيب مش الفينيل بقى هجيب التاتو انا هنا يعني بحاول ان اخرج نفسي من نقطة 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 علشان انا اوصل لك المعلومة انه مش شرط يكون الطباعة واحدة فقط انا هنا هجيب التاتو يعني الشباب تركز بقى لان البنات عارفها المعلومة التاتو بيتلزق بنفس الطريقة بعد كده بجيب قطنة او منديل مبلول مية بعد كده بحطه الموضة دقيقتين ثلاثة اربعة خمس دقايق مثلا وبعد كده بشيله والورقة بتاعتي بتتشال بكل سهولة وده هنشوفه مع بعض دلوقتي تمام نيجي للطباعة الثالثة حاجة اسمها استنسل شفافي الناس اللي مش فهمة الاستنسل الشفاف ده عبارة عن ورق زي ورق الاشعة كده شفت لما تروح تعمل اشعة ويطلع لك الاشعة بتاعتك بتكون مارينة كده او بلاستيكة يعني حاجة كده تهز تعرف ان انت تهزها في ايه ده كده ده الاستنسل تمام يبقى انا كده اول حاجة معايا الفينيل معايا الاستنسل معايا التاتو طيب التاتو والفينيل اللي اتنين بيلزقوا على اول طبقه وهي نشفه خلي بالك القطع دي نشفت الصبه دي نشفت تمام طيب الاستنسل الاستنسل لسه ملازقش لانه ما فيهوش مادة لزقة الاستنسل ما فيهوش مادة لزقة ان تخلي الكطع بتاعتك تلزق عليه كده او يلزق على الكطع طيب المفروض ان انا بعمل ايه تابع معي هبدأ ان انا اعمل كمية رزن ومصلب تاني احنا هنا على فكرة تاني يوم يبقى انا كده عديت 24 ساعة هبدأ ان انا احط الصور بتاعدي خلاص هبدأ ان انا اعمل الكمية تانية من مادة الريزن كمية تانية محدش يقولي ده انا ركنت بتاعي مبارح وصبيته هيكون نشف فهبدأ ان انا اعمل كمية تانية من مادة الريزن او مادة هبدأ ان انا اصب الجزء التاني او الصبة التانية ركز معي بقى في معلومة مهمة تمام الحاجة الوحيدة اللي هتطفو على الوش مفوق هي انت تفضل تتابع كده انك تغرق الصورة اللي في النص في الريزن قصدي علشان ما يطفوش على الوش مفوق ويسبب لحضرتك مشكلة او يسبب لك ان الشكل يكون بتاعك بوز تمام هعدي 24 ساعة كمان يبقى احنا كده ايه تاني تالت يوم ده تالت يوم اهو تمام هبدأ ان انا اخرج القطع بتاعتي من قلب السيلكون يبقى القطع بتاعتي خدت لحد دلوقتي يومين علشان اعملها واحنا حاليا في اليوم التالت طيب اليوم التالت ده محمود هنبدأ ان احنا نعمل ايه هنبدأ ان احنا نعمل الصورة من الظهر طيب في بقى معلومة في كارسة ممكن تحصل وناس كتير مبتدئين بيقوا في الغلط ده وبيكونوش عارفين ايه المفروض يكون صح ويعملوه انا بعمل ايه بجيب القطع بتاعتي وحطها على وشها كده على حاجة بلاستيك على اي حاجة مستوية تكون يعني مش ميميلة يمين او شمال واهم حاجة ان الشكل بتاعك خلاص انت عارف انت هتعمل ايه هبدأ دلوقتي اعمل ايه هلزق صور تانية بيبقى كده لمرحلة تانية بقى ان انا هلزق الصورة التانية تمام هبدأ ان انا اعمل ايه هجيب التاتو تاني هجيب الفينيل تاني هجيب الاستنسل تاني بنفس الطريقة كل اللي انا عملته في الاول هبدأ ان انا اعمله تاني يعني اتمنى بس ان المعلومة تكون وصلت فانا لما خرقت القطع بتاعتي من قلب السيليكون قلبتها على وشها على كيش شفاف مسلا واهم حاجة التربيزة تكون مستوية مش ميميلة مني لايمين ولا شمال هبدأ ان انا اجيب الطباعة تاني اللي هي ظهرت معاك وفي حاجة كمان اسمها طباعة استيكر شفاف طبعا دي ما كانتش معايا دلوقتي فايه انا يعني ما جبتهاش وهي زيها زي الاستنسل القصدي زيها زي الفينيل قصدي بتلزق برضو لكن اهم حاجة ان المعلومة تكون وصلت طيب انا مش بعمل شكل يعني ايه شكل الفينيل ده انا مش عايز اقول لك اللي هو شكل طائر وحمامة وجناح انا اهم حاجة اوصل لك المعلومة التتوب نفس الطريقة هنلزقه وهنبدأ ان احنا نعمل الاستنسل برضو يبقى كده الصورة التانية بتتحط السؤال اللي هيجي هنا ركز السؤال او الغلطة اللي هيجي هنا وبيوع فيها الناس مثل مبتدئة طب ما انا يا محمود ممكن بعد ما خرج القطع بتاعتي من قلف السيليكون احط القطعة تاني ووش هيكون تحت واصب عليها وحط الصورة قصدي واصب عليها والكلام ده كله تعال اقول لك الكارسة اللي انت ممكن تعملها الكارسة دي انت بتصب مية بتصب رزن سائل تمام هيصرب معاك من تحت والقطعة من تحتها ببوز يبقى الكارسة اللي انا بقول لك حاول انك ما تقعش فيها انك لما تخرج القطعة من قلب السيليكون اوعى اوعى ترجحها للقلب تاني ما ينفعش لازم تعملها وهي بره القلب طب لو انت دخلتها للقلب الريزن هيصرب من تحت وهيعمل حواف وهتصنفر وهتصب تاني وهتدخل في مرحلة ربعة افضل طريقة او افضل حل اللي يعني اللي ظهر معانا في فيديو النهاردة طيب هبدأ ان انا لليوم التالت احنا كده تالت يوم تمام هو الفيديو خد مني وقت عشان كده انا ما كنتش عارف اشرح للناس اللي بتبعتلي المعلومات تدخل في بعضها يعني مش عارف اشرح لك زي ما باشرح في الفيديو بالزبط هبدأ ان انا اعمل ريزن ومصلب تالت مرة يبقى تالت يوم هبدأ ان انا اعمل ايه اعمل ريزن ومصلب تالت مرة مش اول ولا تاني يبقى كده تلات مرات وعايز اقولك ان انا الطبقة دي بحط حاجة خفيفة اوي 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 كمان وزي ما ظهر قدامك كده انا شغال بالعصايا او الليستيك او اي حاجة انا ما بصبش كده وخلاص انا بحط نقطتين تلاتة ريزن وبفرشه بعمل بالعصايا في الريزن وببدأ ان انا اوزحها على القطع ليه الكارثى بقى او الحاجة الصعبة اللي في الطريقة دي ان الريزن ممكن يسيل منك طيب انا بعمل ايه بصبه الريزن تقيل سنة بسيطة لهو سيل اوي ولا هو لازج اوي علشان ما يعملش فقهات وسط كده زي ما ظهر قدامك تمام وبعد كده بعمل ايه ببدأ ان انا اوزع القطع بتاعتي على القطعة من الظهر وبرضو في حاجة هنا مهمة وانا بعمل القطعة اللي فيها الاستنسل اللي استنسل ما بيلزقش طيب المفروض اعمل ايه انا عملت طريقتي انا حطيت الصورة وجيت اصب عليها ريزن لقيت ان الصورة بتطفل فوق الريزن بيتوغل في حاجات غريبة بتحصل رحت عامل ايه شيلت الصورة بتاعت الاستنسل حطيت طبقة ريزن خفيفة خالص ووزعتها رحت حاطت الصورة وروحت زي ما ظهر قدامك كده ووزع ريزن عايز اقولك ان كلها على بعضها كده يعني الطبقة الاخيرة مخدتش تلاتة اربعة جرام مخدتش ممكن تلاتة جرام فانا بس كنت حابب ان انا اوصل لك المعلومة وفهمك وعرفك احنا بنعمل ايه ايه اللي انا بستخدمه في النهاية ده دي ولاعة او بشبوري من خلالها بيتم اخراك فقعات الهواء او المكر وبابلز اللي تكونت من فوق وبكده هسيب القطع بتاعتي اربعة وعشرين ساعة وهنيجي لرابع يوم خلي بالك انت لما بتدخل تسألني على سؤال انا المعلومات بتكون كتير انا مش عارف اوصل لك المعلومة يعني بسهولة انت مش عارف تفهمني فكان لازم الفيديو متفكرش ان انا مؤثر معاك يبقى انا كده القطع بتاعتي خادت بالزبط اربع ايام علشان اعملها وخادت مني تلات مراحل علشان اعملها يبقى تلات مراحل في الصب والشغل واربع مراحل علشان تخلص مني وتكون نشفت تماما وزي مواضح وظهر قدام حضرتك دلوقتي عد 24 ساعة او 48 ساعة لحسب نوع الرزم بتاعك بقى والقطع بتاعتي نشفت تماما سيبك من الصور سيبك من الاشكال سيبك من اي حاجة ممكن تحصل في القطع او شكلها حتى ممكن ما يكونش عاجبك اهم حاجة انا هنا بوصل لك المعلومة لو حضرتك عندك فكرة تانية قلها انا بالفعل عندي تلات اربعة افكار يعني تانيين لكن انا مش هنا يعني مش عايزة صعابة عليك لكن فعلا معظم العملاء اللي هما بيطلبوا منك سلاسل واكسسورات وميديليات يقول لك انا عايزة حط صورتين انت بتفضل تلف حوالي نفسك طب هعملها ازاي طب هلزق الصورتين في بعض طب اصبه وفي القلب مرتين هصب تلاتة طب اعمل ايه انا بقولك الطف واحسن فكرة واسهل فكرة ممكن تبدأ بيها او وتشتغل بيها هي اللي ظهرة واضحة قدامك في فيديو النهاردة وانا مش بقولك ان انا افضل حد لا ممكن تلاقي ناسا عامل افكار احسن مني مليون مرة يبقى انا هنا اساسا بعمل ايه انا مش متوقف على فكرة او معلومة انا بس بقولك انت ممكن تعمل ايه بابدأ بعد كده ان انا اعمل ايه اجيب الشنور السوستة في منه الشنور اليدوي في منه شنور كهرباء في انواع برضو مختلف انا بتحب استخدم الشنور السوستة ده علشان حلو وشغله حلو معي هبدأ ان انا اخرم القطع بتاعتي والقطع بتتخرم حاول انك وانت بتركب المصمار المصمار ما يتكسرش منك طيب المصمار بتاعك او الفتحة بتاعتك واسعة الزق المصمار بامير يعني نقطة امير على سن المصمار كده وابدأ انك تدخل في الفتحة اربطوا المصمار والدنيا هتكون تمام معاك وما فيش اي مشكلة طيب تناسك الالوان بقى مدليات فدي مدليات دهبي مش عارف ايه انت ومزاجك انا اللي لقيته قدامي جبت وانا جبت دهبي مع ان الفدي كان هيكون احسن في الشكلية التانية طيب ايه اللي ظهر معايا المصمير الزرد الزرد اللي هو الحلقات المدورة الصغيرة خالص المدليات الزردية اللي انا مسكها في ايدي كل ده انت بتقفل بيه السلسلة بتاعتك او المدالية بتاعتك تمام القلب موجود الخامات موجودة الالوان موجودة لكن الطباعة مش موجودة عندي فانت من خلال الفيديو بتاع النهاردة وصلتك معلومة مهمة ما تبخلش يعني اتمنى انك ما تبخلش انك تعرفة للناس يعني لو حد سألك قل له الامر واحد اتنين تلاتة او ابعت له الفيديو او اعمل شير لان فعلا يا جماعة في ناس كتير مبتدئة نفسها تحط صورتين داخل الرزن انا مش بقول لك انها فكرة عالمية وازاي اول حد يعملها لا هي فعلا موجودة وناس كتير عملتها كتير قبل مني كتير لكن انا ما كنتش مهتمة بالموضوع فابتديت ان انا اعمله ده الشكل النهائي ده الشكل بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه خدت من لنا تلات ايام عمل اربع ايام علشان تخلص يبقى تلات مراحل فاربع ايام وده كان الشكل النهائي لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدعمنا تمامنا نحنا نوصل من اليوم مشترك انك تعمل لايك وتعمل شير تسيب لنا كومنت تحت وبرضو الطريقة اللي ممكن تعجبك او انت استخدمتها قبل كده انا كده خلصت الفيديو بتاعي باتمانا وكل الناس بتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم